السلام عليكم واحدة من أقوى الطرق لجعل شخص ما يقع في حبك هي برمجة عقله للتفكير فيك باستمرار طوال الوقت عندما تفعل ذلك فإن الأمر يشبه زرع بذرة في عقل الشخص تنمو وتنمو مع مرور كل يوم حتى يبدأ في النهاية بالوقوع في حبك واحدة من أسهل الطرق وإحدى أقوى الطرق لجعل شخص ما يفكر فيك هي مشاركة معلوماتك الشخصية معه حتى ولو كنت ستقوم بمفردك بمشاركة المعلومات الشخصية مع شخص ما ولم يعاملك هو بالمثل أو لم يرد بأن تشاركه إياها نعم قد يكون لهذه الطريقة تأثير قوي على نظرة العقل الباطن لهذا الشخص إليك وعليك أن تعلم أن هذه النظرة الخاصة في عقله الباطن هي أمر بالغ الأهمية لجعله يقع في حبك لكن كيف تؤدي مشاركة المعلومات الشخصية إلى جعل العقل يبدأ في التفكير لشخص ما عندما يشارك شخص ما معلومات شخصية معك يبدأ عقلك الباطن في البرمجة على التفكير في أن هذا الشخص يجب أن يكون قريبا منك هذا لأن الأشخاص القريبين فقط من بعضهم البعض يتشاركون المعلومات الشخصية وإذا تمكنت من برمجة العقل الباطن للأشخاص في التفكير في أن كليكما قريبين بالفعل فيمكن أن يجعل هذا الشخص يبدأ في قبول هذه الفكرة كحقيقة موجودة بالفعل لقد أخرجك العقل الباطن في الواقع من فئة كونك مجرد شخص عادي آخر في حياته إلى فئة كونك أحد رفاقه المقربين هذه خطوة أولى مهمة في عملية جعل شخص ما يقع في حبك تعتبر عملية مشاركة المعلومات الشخصية بحب ذاتها عملا حميميا ولأن الشخص لم يكن يتوقع هذا منك قبل الآن فإن هذا سيجعله يفكر فيك أكثر وأكثر خلال الأيام القليلة القادمة السؤال الذي قد يخطر ببادك الآن هو ما نوع المعلومات التي يجب علي مشاركتها في الوقت الحالي قم بعمل قائمة بالأشياء الشخصية التي تحدث في حياتك قد يكون موقفا عائليا أو موقفا شخصيا في العمل أو طموحا أو هدفا لديك في حياتك يجب أن يكون شيئا لا يعرفه الكثير من الناس عندما تخبر الشخص بهذه المعلومات من المهم أن يدرك أن هذه هي المعلومات التي تشاركها فقط مع قلة مختارة وربما هو فقط يمكنك استخدام الكثير من الأفكار وهذه بعضها أخبره عن مشكلة وقعت لك في العمل اليوم وكيف أنك تعاني منها اكشف عن حدث عائلي خاص أسعدك أو أحزنك اطلب نصيحته حول أمر يحيرك اطلب مساعدته في الاختيار بين أمرين استشره حول موقف تواجهه واسأله عن الطريقة الأنسب للتصرف حياله كما ترى تؤكد كل هذه الأمثلة على حقيقة أن ما تشاركه هو معلومات خاصة وشخصية لذلك استخدم هذه الطريقة بحذر فهذا ليس شيئا ستشاركه مع أي كان بهذه الطريقة أنت ترسل إلى العقل الباطن للشخص رسالة أنك تشعر بالراحة الكافية معه لمشاركة هذه المعلومات الشخصية أنت تعرض أيضا للعقل الباطن للشخص أنك تقدر رأيه في شيء مهم لحياتك وهنا تستفيد من القاعدة الذهبية التي تقول أن الناس يحبون أن يشعروا بأهمية آرائهم كل هذه الأمور ستزيد من مستوى الوئام الذي تم بنائه من خلال مشاركة المعلومات في المقام الأول خلاصة القول يتبادل الأزواج المرتبطون بالفعل المعلومات الشخصية مع بعضهم البعض بانتظام لذلك من خلال القيام بهذا الأمر أنت تساعد في برمجة عقل الشخص بشكل غير مباشر بأن كليكما قد يكون زوجين محتملين هذه واحدة من أولى الخطوات الرئيسية التي تحتاج لاتخاذها على الطريق ليس فقط لجعل شخص ما يفكر فيك ولكن أيضا لجعله يقع في حبك كانت هذه هي الحينة التي ينصح بها علماء النفس من أجل جعل أحدهم يقع في حبك ويفكر فيك باستمرار اكتب لي في التعليقات هل جربت هذه الطريقة وهل هناك طرق أخرى توصي بها لا تنسى دعم القناة السلام عليكم السلام عليكم